طوق نجاح للظهور بمظهر حضاري في المستقبل من خلال تطوير كرة القادة المصرية وانا الحقيقة اقول لك حاجة بعيدة انك انا عارف انك انت ما تدخلش نفسك كعضو اتحاد الكورة لكن هوجه رسالة للتحاد الكورة او اوجه رسالة للجمهور بصفة عامة اتحاد الكورة لو لم يفعل اولا عايزة بارك للتحاد الكورة والجمعير مصر كلها بالنسبة للصعود لأولمبياد باريس وده حدث كبير جدا 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 مش ملقي الدوق عليه بالشكل الكافي لكن طبعا ده حدث هام جدا بالنسبة للكورة فمبروك للكورة المصرية لو اتحاد الكورة لم ينجز في هذه الدورة اي عمل اي عمل ايجابي يكفي ان هو نفذ دوري المحترفين كخطوة لانها تاخد مصري الامام لعشرات السنين قدام طب خليني اتكلم بلسان حال ما نعرض اقامة الدورة خليني بقى يعني اشغل سورة الاعلام البعض بيقول ايه اللي حيقود على الكورة المصرية من اقامة مساء هذا الدورة والبعض قال ان احنا كده المتعة للكورة القدم في الجماهيرية وفي الجماهير اللي موجودة في المدرجات وده مش هلقيها الا في عدد ندين ثلاثة او اربعة بالكتير في الدورة ده ما هي دي اللي بنقولها التنافسية يعني هي فكرة ان التنافسية تكون للاندية الشعبية بس فكرة خطأة مليون المية لانك انت حتى انك طول عمرك بتشتغل على انك انت تموحاتك ان فريق محافظة كذا يغلب في محافظة كذا او الديربي اللي في المحافظة مع بعضهم يعني مين اللي يفوز لكن في الاخر المحصلة انك انت بتشتغل في بادجت الصغير جدا ما بتعملش تنمية موارد ما بتعملش تطوير ما عندكش استثمار في اللعيبة ما عندكش اي حاجة انت يدوب بتمشي امورك انك انت تتنافس في المنطقة الدافئة ايه هي المنطقة الدافئة اللي هي دورة الدرجة التانية ده اكتر اندية عندنا فانت النهاردة لما تنبص نلاقي 48 نادي هو النهاردة بيقولك احنا الاندية الشعبية حتنحذر طب وانت لو قعدت في الدورة الممتازة انت بتنزل تاني بلاش دي انت النهاردة فيه اندية عندنا هبطة من الدورة الممتاز من 28 سنة و24 سنة و18 و24 فهي فكرة انك تقول ان دي اندية شعبية يجب انها تبقى في الهي اللي تصعد واندية الشركات او اندية الخاصة لا انت بص العالم كله ان النهاردة الاندية الخاصة هي اللي بتخليك تخش في التنافس ما تتنافس وانا قال لك حاجة يا دكتور الهاب وحاجة مهمة جدا هو ليه بيقولوا دايما ان ان اندية الشركات او الاندية الخاصة بتصرف ميزانيات باهزة انا حد ديك مثال على نادي النجوم احنا السنة دي كنا في الدرجة التالتة وصعدنا لدور المحترفين المزانية اللي احنا صرفناها ما زادتش عن 7 مليون احنا في التالتة في اندية في الدرجة التانية صرفة 30 مليون هنا هترجع لمساعدة ايه الادارة وهانت ادارة وهو في الدرجة التانية ادارة طيب انا حديك مثل احنا في الدرجة التالتة لا في التانية ولا في الممتاز احنا بيعين لعيبة قارب المبلغ اللي احنا بيعنا لعيبة به قارب على 80 مليون 80 مليون